اطلق المجلس الاعلى للمرأة بتعاون مشترك مع كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة وصندوق العمل تمكين النشاط التفاعلي صوت شباب 2030 الذي تستضيفه فعاليات مدينة شباب 2030 لهذا الموسم ضمن الاستعدادات الوطنية للانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة بهدف تعريف الشباب البحرينين بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية وتعزيز العمل الديمقراطي في نفوسهم بادرة تحفيزية تحمل روح المشاركة الانتخابية وتعزز من معاني الديمقراطية في عقل الشباب البحريني الواعد والمؤثر في أي عملية سياسية قد تقدم ذاتها على الساحة دستوريا فضمن الاستعدادات الوطنية للانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة وفي إطار الأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية أطلق النشاط التفاعلي صوت شباب 2030 ضمن أنشطة مدينة الشباب 2030 الذي هدف إلى تعريف الشباب بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية والاستماع إلى تطلعاتهم المستقبلية ورأيهم في كيفية تطوير العمل السياسي بالشكل الذي يتسق مع اكتمال منظومة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين هذا البرنامج معني فيه الشباب تشجيع الشباب هو الأهم على العملية يعيشون التجربة بعض الشباب سنهم أصغر راح يروحون الجامعات ويمارسون دورهم في انتخابات مجلس الطلبة وأيضا عندنا بعضهم راح يقبلون على العملية خلال الفترة القادمة فهذه فرصة لهم عشان يتعرفون على أهمية إدلاء الصوت الانتخابي شباب بحريني من ذكور وإناث ممن تراوحت فئادهم العمرية بين سن الثامنة عشر وبين من حلوا على أعتاب عمر التاسعة والعشرين رسموا أرقى معايير الانخراط في عملية انتخابية مجازية حملت صورا عديدة خاطبت الواقع الفعلية لكيفية إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع وعملية الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم من مرشحين لديهم المقدرة الكافية على إيصال حاجاتهم وتلبية طموحاتهم اليوم بتنظيم ثلاثي جمع المجلس الأعلى للمرأة إلى جانب وزارة شؤون الشباب والرياضة وصندوق العمل تمكين تم إطلاق فعالية صوت الشباب 2030 بهدف تعريف الشباب البحريني بكيفية إتمام العملية الانتخابية بجميع صورها صوت شباب 2030 برنامج يطرح بالجملة تلك المفاهيم السامية المتعلقة بالانتماء والمواطنة الحقة ويعرف فرسان التغيير بمفهوم ودور السلطة التشريعية والمجالس البلدية وبتفاصيل العملية الانتخابية للمرشحين وشروط ترشحهم إضافة إلى شرح منهجيات إعداد البرامج الانتخابية وأنظمة الاقتراع لتقريب الشباب من أجواء الحياة النيابية مرشحة في هذه البرنامج طبعا أنا حبيت أني أشارك في هاي الشيء عشان أعرف برع المدينة شون ممكن يكون كوني كمرأة ويمكن يتيح لي فرصة أن أنا أصج أشارك في شيء هاللون وحبيت أني أكون وجريبة من المشاركين وعرف شنو يبون شنو متطلباتهم عشان يمكن أن يكون أنا الجسر ليوصل رسالتهم أنا تفرصة جميلة جدا نحن نتعرف على مشوار مملكة البحرين في هاي المجال وحبيت أني أشارك المرشحين الباقين في هاي البرنامج أني أكتسب خبرة من ناحية الانتخابات برنامج سيرفع من مستوى المسؤولية لدى الشباب وسيزيد من ثقافة الترشح والانتخاب لديهم وهو من ركز على أهمية مشاركة المرأة البحرينية في الحياة النيابية وسبل إدماج احتياجاتها في التنمية الشاملة عملية سياسية وهمية حاكت واقع العملية الانتخابية وما يترافق معها من خطوات قانونية رغب المنظمون في التعريف بها ووضعها أمام فكر عناصر شبابية تقمست دور المرشح والناخب لتلفزيون البحرين محمد أشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر